أخيرا بايننس فعلت الميزة المنتظرة نسخ التداول الفوري ممتازة جدا للمبتدئين للأشخاص اللي ما تريد تقعد بالساعات تحلل كل عملة تسمع الأخبار تشتري وتبيع كل شي رح يصير بشكل تلقائي وسلس وواضح جدا بكل بساطة تحدد مبلغ تريد تستثمره تختار مستثمر ناجح بتشوف التاريخ سجل العملات اللي يتداولها وراح ينسخ تداوله اللي يسوي هو انت راح تسويه ولكن بالمبلغ اللي انت تحدده وفي النهاية راح يحصل عموله 10% من الارباح اللي ربحته يعني على سبيل مثال راح تستثمر ألف دولار وربحت من الألف خمسين دولار الألف بيرجعلك الخمسين دولار اللي ربحته 10% للمستثمر اللي نسخته وباقي الأرباح راح تكون لك ولكن لحظة نسخ التداول كان موجود ولكنه خطير ليش؟ لأنه في رافعة مالية فصح أن ربحك راح يضاعف بسرعة ولكن أيضا خساتك وعادي تخسر كل شي في العقود الآجلة ولذلك أنصح كل شخص يتابع هذا الفيديو أبدا في أي منصة في العالم لا تتداول شي في رافعة مالية إلا إذا كنت خبير ومحترف ولكن نسخ التداول الفوري هذه الميزة الجديدة اللي توها نازلة هذا الأسبوع تسمح لك أنك تنسخ المتداولين بدون الحاجة إلى رافع عمالية فالخطورة نوعا ما أقل بكثير من العقود الآجلة فقبل كل شي أول ما تفتح تطبيق باينانس وتسجل وتوثق الحساب طبعا راح نحط رابط المنصة تحت الفيديو قبل تأكد أنك على الواجهة المتقدمة اللي فيها كل الخيارات تقدر تغيرها من هنا نصير على تداول وبعدها نسخ التداول من هنا راح نحصل خياري إذا ما حصلتهم هذا يعني تطبيقك بعد ما محدث تصير متجر التطبيقات أو حدث في العقود الآجلة واللي هو الفيوتشورس اللي تكلمت عنه وإنه خطير وانتبهوا لا تدخلوا هذا المكان بالغرط إذا كنتوا ما محترفين المبتدئين كلكم روحوا على الفوري الفوري بسيط وسلس وخفيف على طول راح يطلالك المتداولين المحترفين راح تشوف أداؤهم خلال أسبوع أنا أحب أغيرها واخلي لتسعين يوم علشان ما يكون محبوض وفي آخر سبعة أيام ربح ولكن بعدها راح يفشل فالتسعين يوم يعطيني رؤية واضحة لأداء المتداول هذا وأيضا أشوف العملات اللي قاعد يستخدمها نسبة الربح ولكن للأسف كل متداول حد أقصى يشل ثلاثمائة شخص فالمتداولين المحترفين والناجحين جدا عادة ما يكونوا فل بس بتحص المتداولين جدد وخاصة أن هذه الميزة توها نازلة صار لها أسبوعين فقط مع مرور الوقت راح نشوف متداولين محترفين نقدر ننصخم فتختار لك المتداول وبعدها نضغط عليه نشوف تفاصيلها مرة ثانية نتأكد من كل شيء إنها أمورة طيبة وهذه أصعب خطوة في نسخ التداول تختار المتداول المناسب لك بعدها في عندك طريقتين لبدء النسخ الطريقة الأولى اللي عندها فلوس وائد حط المبلغ اللي حاب تستثمره وهنا إذا حاب تقلل من الخسارة لو لا سمح الله طاح سوق العملات وتريد حدمة خسارتك تقدر تحط النسبة المئوية لكم راح يسكر السفقات 10% 20% 30% ولكن شخصيا أنا أشوف العملات الرقمية تذبذبها عالي جدا فالحدم الخسارة ما أشوفها مناسب الطريقة الثانية الأفضل واللي أنصح فيها هو أنك تحدد كل صفقة راح يدخلها هذا المتداول كم تريد تدخل بعشرة دولار بإمية دولار بألف دولار أتحدد المبلغ هنا الخانة الثانية تحدد المبلغ الكامل يعني على سبيل المثال أنا عندي عشرة ألف دولار راح أحطها هنا وهني أختار ألف دولار فكذا عندي عشر صفقات تقريبا راح يقدر يفتحها كل صفقة بألف دولار وخانة الحماية من الخسارة ما أحطها شخصيا وخاصة إنه ما في رافع عمالية لو في رافع عمالية نعم لو العقود الآجلة أو العقود الفروقات أو أي شيء في رافع عمالية طبعا تحط حد للخسارة وبكذا نوافق أنك راح تتفعل عشرة بالمية من الأرباح وتوافق على الشروط والأحكام الخاصة ببايننس وتبدأ عمالية النسخ تقدر توقف النسخ في أي لحظة تريدها بتكون في صفقات مفتوحة تقدر تسكرها ولكن على حسب وضعها خسران ربحان راح تتسكر ولازم تدفع العشرة بالمية من أرباحك للشخص المتداول وترجع الأموال في فترة زمنية قصيرة جدا العملات الرقمية تعتبر تداول نوعا ما محفوظ بالمخاطر ولكن تداول السبوت أو الفوري يعتبر من أقل التداولات خطورة في العملات الرقمية ولذلك يشوفها خيار مناسب للمبتدئين ولكن لا تدخل بأموال ما مستعد تخسرها كل التوفيق للجميع شكرا لكم على المتابعة كان معكم أخوكم السالم البادي